خنادق حوثية جديدة وتهديدات حكومية بإلغاء نقاط المراقبة جديدان يضعان اتفاق الحديدة مرة أخرى على حافة الانهيار بعد تحذيرات عسكرية من صعوبة تنفيذ التفاهمات الأممية الأخيرة في ظل التعقيدات على الأرض فميليشيا الحوثي استحدثت العديد من الخنادق في أكثر من منطقة تماس مع النقاط المشتركة ووفق تصريحات المتحدث باسم القوات المشتركة والضاحة الدبيشة للشرق الأوسط فإن ميليشيا الحوثي حفرت 19 خندقا بالقرب من نقاط المراقبة الخمسة وهي النقاط التي أشرف على إنشائها كبير المراقبين رئيس البعثة الدولية أبها جيد جوها بهدف مراقبة إطلاق النار حفر الخنادق يعد خرقا حوثيا للهدنة الأممية التي يعلنت على خطوط التماس بين الحكومة والحوثي في الحديدة واتهمت القوات المشتركة التابعة للحكومة البعثة الأممية بتجاهل رسالتها وعدم القيام بأي تحرك تجاه خروقات الميليشيا وقد هددت القوات المشتركة بإلغاء لقاط المراقبة في حال استمرت خروقات الحوثي ليست هذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها الميليشيا الحوثية خروقاتها في الحديدة لكنها هذه المرة تتزامن مع وجود نقاط مراقبة فعلية مشتركة بين الحوثي والحكومة وبإشراف البعثة الأممية ومع أن رئيس البعثة الدولية يتواجد حاليا في صنعاء إلا أن الميليشيا ارتكبت أكثر من أربعة وأربعين خرقا خلال اليومين الماضيين ما يجعل الهدنة المعلنة كغيرها من الهدن السابقة هشة ومجرد غطاء لجرائم الحوثي وخرقاته ترجمة نانسي قنقر